موسيقى صبحكم الله بالخير ومشاهدينا وصباح يديد يجمعنا وياكم عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء وبرنامج الجميع الصباح الشرقية هذه المجلة الصباحية التي تحمل في طياتها الكثير من المواضيع المتجددة والضيوف ليترون محتوى هذا البرنامج فنتمنى مشاهدينا أن نكون خير رفيق لكم طوال هذه الساعة وصبح مشاهدينا بالخير عليكم مرة ثانية في بداية هذا اليوم بداية هذا الصباح من يوم الخميس وآخر أيام السنة إن شاء الله تكون سنتكم القادمة سنة خير وسعادة وتحققون فيها كل أحلامكم وأمنياتكم في بداية صباحنا مشاهدينا أعرفكم بالعناوين اللي بتكون معنا مدرج خرفك كان يحتضن أولى فعالياته السعادة والنجاح وتأثيرها على حياة الشخص آخر أفلام دور السينما اتعرفنا معاكم مشاهدينا وخذنا نبذة مختصرة عن الفقرات والمواضيع اللي بتكون معنا إن شاء الله في هذا الصباح عندنا الكثير من التقارير المواضيع الأخرى اللي بتتعرفون عليها إن شاء الله من خلال متابعتكم لنا في هذا الصباح رح ندخل معاكم مشاهدينا بأولى فقراتنا اللي من خلالها نعرفكم بأخبار دولتنا الحبيبة ولنختارها من مجموعة من الصحف المحلية خبرنا الأول مشاهدينا من صحيفة الاتحاد جواهر القاسمي نحن محظوظون بسلطان والثقافة والحكمة والإنسانية أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن بيت الحكمة يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقة بين المجتمع والثقافة بما يوفره من مساحة للتفاعل بين مختلف الفئات والأعمار في أجواء تسودها المعرفة والقراءة والشغف بالتعلم وباركت سموها لمجتمع الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإنجاز العظيم الذي وصفته بأنه أحد أهم عوامل التنوية وبناء المشروع الحضاري جاء ذلك خلال زيارة سموها بيت الحكمة الصرح الثقافي المبتكر الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجسل على حاكم الشارقة في ديسمبر الجاري ليجسد معاني ورسالة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب في عام 2019 ويقدم للعالم مفهوما جديدا لمكتبات المستقبل ومجتمعات الثقافة المتكاملة طبعا مشاهدنا سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي زارت بيت الحكمة وخذت جولة بين أرجاء وأقسامة الكثيرة هذا البيت اللي له دور كبير في أنه يرسم الثقافة في دولة الإمارات وأيضا يرسم مستقبل الإمارة فيه الكثير من الأمور الجميلة خذت جولة أيضا في أرجاء وأقسامة وأيضا المكتبة الضخمة التي تضم 305 ألاف كتاب ورقي وألكتروني فتوقع هذا المكان يعني يجمع ما بين الثقافة والحضارة والعلم والمعرفة ومكان مناسب لكل محبي الثقافة والشغف والقراءة وأيضا مكان مناسب لكل الفئات العمرية للكبار للصغار للفتيات والذكور لكل فئة العمرية هناك أقسام خاصة فيها وكتب ورقية وكتب إلكترونية خاصة فيها ويعتبر من المعالم أيضا الثقافية اللي افتتح سمو الحاكم بالفترة الأخيرة في إمارة الشارقة ننتقل معكم مشاهدينا للخبر الثاني من نفس الصحيفة الشارقة للتعليم الخاص تعلن جهوزية مدارسها لاستقبال الطلبة أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعداد المدارس والمؤسسات التعليمية لاستقبال الطلبة في مدارس الإمارة الخاصة يوم الأحد الثالث من يناير المقبل ضمن خطتها للفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021 والتي أتاحت من خلالها فرصة اختيار نظام التعليم وفقا لاستبيان تم توزيعه من قبل إدارات المدارس على أولياء الأمور ولضمان مواصلة المسيرة التعليمية مسارها الطبيعي فقد حرصت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على منح أولياء الأمور حرية الاختيار بمنظومة التعليم المباشر أو التعليم الهجين أو التعليم عن بعد وفقا للآراء التي أدرجوها في الاستبيان الذي وزع عليهم مؤخرا وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن التجربة التي قدمتها إمارة الشارقة في توفير بيئة تعليمية مواتية في ذروة الجائحة باتت نموذجا يحتذا به لا سيما أنها تخطط حواجز الخوف والتحديات وعززت من قدراتها على المواصلة باعتبار التعليم حق لا يمكن المساومة عليه ما يدعو إلى مزيد من الجهد والعمل والمثابرة في تحويل الجائحة إلى فرص تستدعي استشراف الحلول وأضافت أن اختيار العودة إلى الدراسة وفقا للحلول التي وضعتها الهيئة والتي شددت عليها من خلال دليلها الإرشادي تعكس الحرص على تحدي الأزمة ومواصلة المنظومة التعليمية لعملها بما يليق بمكانة إمارة الشارقة كحاضنة تسخر كافة الأدوات لتطوير المسار مسار العملية التعليمية والارتقاء بها وفقا لدراسات وخطط استباقية طبعا مشاهدين استئناف الدراسة يوم الأحد بيكون في الثالث من يناري وكانت هناك حرية يعني هيئة الشارقة للتعليم عطت الحرية لأولياء الأمور من يختارون طريقة التعليم أما تكون التعليم عن بعد أو التعليم الهجين فنحن نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل الكوادر التعليمية ولجميع الطلبة في كل المراحل التعليمية وليس غريبا على دولة الإمارات أنها تكون عندها الكثير من الحلول والكثير من البدائل في ظل الظروف والأزمات فتشوفنا في الفترة الأخيرة أن تعليم عن بعد يعني مشى الحمد لله بكل سلاسة وبكل أريحية للكادر التعليمي أو حتى للطلبة فهذا أندل يدل على أن دولة الإمارات وإمارة الشارقة دائما عندها الاستشراف للمستقبل دائما عندها الحلول والبدائل في الأوقات التي ممكن تطلع فيها مثل هذه الظروف والأزمات إن شاء الله تعديها الفترة على خير مشاهدين وتعود الدراسة ويعودون الطلبة والطالبات والكادر التعليمي إلى الميادين التعليمية والمدارس ننتقل معكم للخبر الأخير من صحيفة الخليج فعاليات ملهمة تثري متاحف صديقة لذوي التوحد في إمارة الشارقة تنظم هيئة الشارقة للمتاحف خلال الفترة المقبلة باقة من الفعاليات والبرامج والأنشطة الجماعية والفردية الملهمة ضمن مبادرة متاحف صديقة لذوي التوحد التي أطلقتها الهيئة قبل عامين وتعد الأولى من نوعها خليجيا وتسعى الهيئة من خلال أجندة الفعاليات إلى توفير بيئة تعليمية تلبي مختلف متطلبات الأطفال من ذوي التوحد ممن تتعاوح أعمارهم بين السابع والثانية عشر سنة وتعزد قدرات التكامل الحسي لديهم والتواصل مع زملائهم ومحيطهم داخل بيئة محفزة تعتمد على أساليب علمية وآليات مدروسة مخصصة لهذه الفئة نجحت الهيئة منذ أطلاق المبادرة التي تنسج مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجسل على حاكم إمارة الشارقة في تنظيم حزمة من الفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية للعديد من الأطفال من ذوي التوحد من بينهم أطفال مركز الشارقة للتوحد الذين عاشوا تجربة مذهلة في متحف الشارقة للآثار طبعا مشاهدين هيئة الشارقة للمتاحف تنظم هذه الفعالية وهذه المبادرة تحت عنوان متاحف صديقة لذوي التوحد هذه المبادرة ستكون الفئة عمرية معينة للأطفال اللي عمرهم من 7 سنوات إلى 12 سنة أكيد ستوفر لهم بيئة تحفيزية وبيئة سليمة وتتوفر فيها كل الأساليب وكل المقاومات التي تحتاجها هذه الفئة المبدعة وأكيد ستعزز أيضا قدراتهم الحسية وتعلمهم كيفية التواصل والتعامل مع أقرانهم وأصدقائهم وذويهم في المجتمع نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه المبادرة مبغريب على هيئة الشارقة للآثار دائما تتحفن بالفعاليات والمبادرات التي تنظمها لكل فئات المجتمع الله يقويهم إن شاء الله على كل فعالياتهم وعلى كل مبادراتهم المنظمة في هذا الوقت تابعنا معكم مشاهدين هذه الأخبار المنوعة واللي كانت من مجموعة من الصحف المحلية رح ننتقل معكم الحين بنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس للمنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا الحبيبة موسيقى 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 تابعنا معكم مشاهدينا وتعرفنا على درجات الحرارة وحالة الطقس جميلنا الواحد يتعرف في بداية يومه على درجات الحرارة وحالة الطقس حتى أنه تكون عندها خلفية إذا بيرتب لجدولي طلعته مع أهله ومع أصدقائه وخاصة أننا في يوم الخميس وفي نهاية العطلة الأسبوعية فأكيد الكثير من أولياء الأمور محتارين بالأماكن السياحية والأماكن الترفيهية أو الحفلات اللي بتكون في المنطقة الشرقية فأكيد نحن مشاهدينا راح نعرفكم على كل الفعاليات وعلى كل الأنشطة اللي بتكون حاضرة في المنطقة الشرقية وفي مدينة خرفكان أكيد مشاهدينا يحتضن مدرج خرفكان أولى فعالياته اليوم الخميس من خلال حفل غنائي للفنان حسين الجسمي والفنان أنغام ويعتبر هذا المدرج تحفى معمارية ضد طابع روماني هذا المعلم الذي يطل على جبال المدينة وشواطئها راح نتكلم أكثر مشاهدينا عن هذا الحفل مع سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشرقة صبحك الله بالخير مرحبا بك معنا سعادتك صباح الخير حياكم الله حياك الله سعادتك في البداية نحن نبارك لكم هذا الصرح الثقافي الجديد والصرح السياحي الموجود في المنطقة الشرقية فخبرنا بأهمية وجود مثل هذه المعالم السياحية اللي حرص مول حاكمنا تكون حاضرة في المنطقة الشرقية وبالتحديد خرفكان بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في البداية نشكركم على تواصلكم وحرصكم على تغطية فعاليات مدينة خرفكان والمنطقة الشرقية بشكل عام مدرج خرفكان والله الحمد طبعا صاحب السنوح حق الإمارة الشارقة يبدو الجهد كبير منذ عقود في بناء وأيضا تأسيس ثقافة ثقافة فنية والأمر الذي أصبحت من خلال الإمارة الشارقة اليوم حق اهتمام عالمي ومتميزة في كل المجالات سواء الثقافية الفنية وفي كل المجالات أيضا مثل ما ذا كانت اليوم مدرج خرفكان يمتلك موقع جغرافي مميز ما بين جبال وشواطة مدينة خرفكان يتميز بالكثير من الانتيازات اليوم اللي يتسعي إلى أكثر من 3600 شخص الشلال اللي موجود أيضا فيه المدرج يعطي ويطفي طابع طابع جدا مهم أيضا هنا كما تتلمنا عن خدمات الموجودة من مغافر من أمور كثيرة ساعد والتخل على الجمهور أيضا على استمتاع بمثل هذه الأجواء اللي إن شاء الله بتكون اليوم في مدرج خرفكان إن شاء الله راح تكون أجواء جميلة في هذا المعلم السياحي الجميل والجديد في مدينة خرفكان خبرنا الساعات تكنحة مثل ما نعرف أن اليوم في المدرج بتكون في حفلات غنائية يحييها الفنان حسين الجسمي والفنانة أنغام خبرنا أكثر عن هذا الحفل اليوم إن شاء الله مثل ما ذا كانت يحفل مميز إن شاء الله ونستضيف من خلاله الفنان الكبير حسين الجسمي والفنانة أيضا كبيرة أنغام ومثل ما عرفنا نحن أعلننا عن هذا الحفل قبل أسبوعين وخلال يومين إن شاء الله كم بيع جميع التذاكر فبالتالي هناك مؤشر كبير على اختمام الجمهور وتفاع الجمهور في هذه الفعاليات أيضا إن شاء الله من خلال هذه الأمسية سوف يكون هناك أيضا ألعاب نارية في ختام الحفل نتمنى إن شاء الله من الجمهور التي تمتعب في هذه الأمسية ونؤكد دائما على الاختمام وحقنا على توثير بيئة سليمة ومفرين اليوم التباعد الجسدي ومفرين أيضا كافة سبل الأمور الاحترازية أكيد سعادتك مثل ما ذكرت أنه يكون في أقبال كبير انتهت التذاكر من ثانيون من إعلانكم لهذا الحفل الغنائي وأكيد جميع الأساليب الاحترازية والشروط الاحترازية حرصتوا أنها تكون متواجدة في هذا الحفل الغنائي ذكرت سعادتك بتكون فيها ألعاب نارية اليوم بعد انتهاء الحفل الغنائي صحيح؟ إن شاء الله على الساعة باشا إن شاء الله ستكون هناك ألعاب نارية وندعو الجميع الاستمتاع أيضا والحضر فيه إن شاء الله خلفك نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله سعادتك والله يقويكم على هذه الجهود الكبيرة والجهود الجبارة اللي دائما تبذلونها في توفير بيئة سليمة لجميع السياح والزوار وحتى لأهالي المنطقة الله يقويكم إن شاء الله على كل الجهود لتبذلونها سعادتك وشكرا لك على هذه المداخلة شكرا لكم وحبنا أيضا أن أشكر جميع الدوار والمساة الحكومية لدعم لهذا النشاط يعطيك ألف عافية شكرا لك شكرا لك